اجتماع عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية والدولية ده كان بحضور الدكتور مصطفى ومدبودي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاهب تجاه التقنيات والتقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والاقليمية ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية عشان نعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة وده بيضمن حماية المواطنين من اثارها السلبية مع تعزيز طبعا العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل للقوم اعقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية والدولية بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ولواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيد وزير المالية صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والاقليمية ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة ويضمن حماية المواطن من الاثار السلبية لتلك التقلبات مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي